أفاذ بلاغ للديوان الملكي بأن صاحب الجلالة الملكة محمد نسادي سنصره الله القائد الأعلى ورئيس أركاد الحرب العامة لقوات المسلحة الملكية استقبل اليوم الثلاثاء من قصر الملك بالدار البيضاء الجنرال دو ديفيزيون عبد الفتاح الوراق وأوضح البلاغ أن جلالة الملك عين خلال هذا الاستقبال الجنرال دو ديفيزيون عبد الفتاح الوراق مفتشا عاما للقوات المسلحة الملكية وأضاف أن صاحب الجلالة هشد بهذه المناسبة بالخدمات التي أسدها الجنرال دوكور دارمي بوشعيب عروب تحت قيادة المغفر له الحسن الثاني طيب الله الثراء وجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأشر البلاغ إلى أنه تم اختيار الجنرال دوديفيزيون بفتاح الوراق لتقلد مهمه الجديدة اعتبارا لخصاله الإنسانية والمهنية والانتفان والإخلاص الذين أبان عنهما في مختلف المسؤوليات العسكرية والتأطيرية التي كلف بها